النادي الاهلي اخبار من كل اتجاه من كل الفرق لكن هبداي النهاردة مع كرة اليد سيدات اللي ماشاء الله عليهم محقين اربع بطولات السنة اللي فاتت والسنة دي بيواصلوا مسيرة الانتصارات لانها البطولة المفضلة بالنسبة للسيدات كرة اليد برغم ان عندهم اصابات لكن بيواصلوا انتصاراتهم وعلى نادي يوليدو على نادي يوليدو بنتيجة 34-11 النادي الاهلي في دوري عمومي سيدات اللي هو حامل لقب آخر بطولة لي نادي هوليدو الآن يلاعبه يوم السبت اللي فات وكسبه 34-11 الفارق الكبير لكن كانت مباراة مهمة ده الفوز الرابع على التوالي بعد ما كسبنا الشامبين الرحاب وكسبنا نادي السانطة بكده نروح للمباراة الجاية عندنا بإذن الله يوم السبت اللي جاي هللاعب نادي الظهور إن شاء الله في مباراة دوري عمومي سيدات خلينا نروح لجدول عمومي سيدات كرة اليد اللي احنا متصدرينه أو المجموعة اللي احنا متصدرينها نشوف جدول الترتيب اللي موجود في النادي الأهلي زي ما احنا شايفين دوري عمومي سيدات اليد النادي الأهلي المركز الأول لعب ثلاث مباراة فاز في ثلاثة لا خسارة ليه مية واثنين هدف وعليه تسعة وعشرين هدف الفارق الكبير ده بيدل أو بينم على تسعة وشرين هدف فريق النادي الأهلي قوي دفاعيا قوي دفاعيا جدا لكن لو لاحظنا ان النادي سبورتينج في المركز التاني كسب ثلاث مباراة لعب ثلاثة وكسب ثلاثة لكن ليه مية وثلاثين هدف هو الأول في المجموعة دي فيه نسبة التهديف ممكن يكون الفاص بريك ممكن يكون الهجوم المنظم حاجات كتيرة لكن عليه تلاثة وسبعين تلاثة وستين هدف بنصيد تسعة نقاط بكده النادي الأهلي ونادي سبورتينج بيتساوه في النقاط لكن المباراة اللي بينهم أكيد هيحصل الفارق المطلوب بالنسبة لسيدات الأهل المركز التالت الطيران برصيد سبع نقاط هو ونادي جزيرة برضو في المركز الرابع برصيد سبع نقاط والفارق كله الترتيب ده بيفرق فارق الأهداف بين الفرق المركز الخامس والسادس الظهور هوليليدو بالترتيب والمركز السابع والتامن تشامبين الرحاب ونادي الصنطة برصيد تلاث نقاط بكده زي ما احنا شايفين قدامنا دوري سيدات اليد النادي الأهلي متزعم رقم واحد ان شاء الله بإذن الله يكمل عشان يقدر يحافظ على مسيرة انتصارات ومسيرة البطولات ودولاب بطولات كرة اليد سيدات في النادي الأهلي كابتن ناصر عيد واشتراكها في مبارات هوليليدو اكيد كابتن ناصر عيد كابتن الفريق واكيد وجودها وتواجدها داخل ارض الملعب يضيف ويزيد من انجازات النادي الأهلي او نزيد بخيمة النادي الأهلي او حاجب النادي الأهلي في البطولة دي لان كابتن ناصر عيد احنا عارفين ما شاء الله علي عمود مؤثر جدا في فريق كرة اليد سيدات كاتبو صابق اتشتركت في مبارات هوليليدو تقريبا كابتن ياسي صلاح مرداش شريخ اجل عشر دقايق قدرت ترجع تاني الملعب لانها بقالها شهر ونص كانت مصابة في ايديها كابتن ناصر عيد فعلا خلعت لي عمليات كثيرة جدا علاجية وتأهلية لكن اتعافت من الاصابة اللي كانت في نهاية الموسم الماضي لكن ان شاء الله الاهلي هيلعب الظهور زي ما احنا قلنا في السبت اللي جاي بإذن الله هنسيب كابتن ناصر عيد اللي لها ألف وبروك على عودة مرة أخرى للملاعب الروح والحماس اللي بتديهم ناصر عيد جوه أرض الملعب لسيدات اليد روح مختلفة كل جماهير النادي الأهلي بيحبوها من كتر روحة وحماسة اللي متواجد عندها نروح لكابتن ياسر صلاح كابتن ياسر صلاح المدير الفاني سيادة كرة اليد بيقول ان احنا بنعد الجماهير بمواصلة الانتصارات ما شاء الله علي فيه احتكار بطولات لكن هو بيبدأ موسم جديد عشان يواصل الانتصارات بتفريد كتير هو عايز لسه يكمل في الموسم عايز موسم جديد ويكتبه تاريخ جديد للنادي الأهلي في بطولاته كابتن ياسر صلاح أكد ان الفريق ظهر بصورة جيدة في مباراته الليدو صورة مرضية بالنسباله صورة بداية موسم بعد ثلاث مباراة ان الفريق ماشي بخطأ سابتة اكيد الفريق في اول مباراة بيبدأ الكيرف بيطلع بيطلع على نهاية السيزون هو الكيرف الاهم عشان دوب برضو نجمات دهب عندنا داخل النادي الأهلي وجود كابتن ناصر عيد قال ان وجود كابتن ناصر عيد اضافة قوية جدا للفريق ان هو قدر يتطمل عليها في مباراته الليدو عشان يخش على مرحلة المطبط الصعبة او الفرق الصعبة يكون عنده الفريق مكتمل الفريق ناقص له اتنين لعيبة مهمين ناقص له يا رشحتة صليبي ده عملية وحصلت وهي داتي في التأهيل وهترجع على يناير بازن الله صارة رخولي اصابة غدروف ناتش في الغدروف نفس الكلام هترجع على يناير يعني الفرقة هتكون مكتملة على العناصر الاساسية او عناصر الخبرات بازن الله في يناير على مرحلة التصفيات ودي حاجة مهمة جدا اوصولي انا اسف مرحلة النهائية يعني مش تصفي هي مراحل النهائية لدوري عمومي السيدات كابتن ياس راح اكد برضو على ان سموحة سبورتنج المعادي الجزيرة الشمس فرق قوية جدا عملوا اضافات كتيرة جدا وشايف ان الدوري السنة دي دور صعب جدا لكن مش صعب على بنات الدهب تعالوا نشوف كابتن ياس يا صلاح المدير الفني لسيدات كرة اليد بالناد الاهلي الايه بعد مباراته الليدو ترجعوا لنا مرة تانية